اهلا احبانا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد حديثنا اليوم رح نستكمل الموضوع اللي ابتدينا فيه الأسبوع الماضي مع أختنا رشا نور والحديث عن هل الفرائض الدينية كافية للخلاص أنا بدعوكم تشاهدوا معي هذه الحلقة لأنه فعلا عم نلقي الضوء على شيء مهم جدا يعني أغلبية الشرق الأوسط عندنا الفكرة أنه لازم نعمل شيء حتى أكفر أو حسنات حتى تزيد في الميزان وأعمل شيء أرضي الله وأغلب الناس بتعملها عن نية طيبة وعاوزة تصل لأله بأي شكل بأي وسيلة من الوسائل وطبعا رح يعني الكلام هو عبارة عن مقارنة بين الفكر الإسلامي والفكر المسيحي في هذا الموضوع والأسبوع اللي مضت كلمت أختي رشا عن موضوع الشهادة وموضوع الصلاة بالمقابل كيف إحنا بننظر إليها كمسيحيين واليوم بنعمة الرب رح نتكلم عن موضوع الصوم وموضوع الصدقة أو الزكاة وهذا الموضوع رح نوضحه ونلقي الضوء عليه وبنفس الوقت أنا بحب أشجع مشاهدينا إذا عندك مداخلة أو أي استفسار بعد الجزء الأول يعني بعد الفاصل الأول فيك تتصل معنا وطبعا بكل صرور رح نرد على أسئلتك أو مداخلتك قبل ما أبتدي مع أختي رشا خلينا نعود بعد هذا الفاصل القصير